موسيقى هيا نقرأ السلام عليكم ومرحبا بمتتبعي قناة هيا نقرأ وحصة شديدة من كتاب في رحاب التربية الإسلامية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي إذن لنبدأ على بركة الله الصفحة الخامسة الأسبوع الأول تقويم شخيصي أهداف التعلم أقوم محفوظي من القرآن الكريم أتعرف مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأته أتعرف كيفية الوضوء أتبين السلوك الصحيح إذن لنبدأ بالتزكية أربط الآية بصورتها إذن عندنا هنا بعض الآيات القرآنية وهنا تسمية للصورة هذه الآيات عندنا هنا إياك نعبد الله الصمد لقد خلقنا لإنسان فيه أحسن تقويم والصور عندنا هنا صورة الإخلاص صورة التين صورة الفاتحة إذن بالنسبة للآية الأولى إياك نعبد وإياك نستعين إذن هذه صورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صورة الفاتحة إذن لنقرأ لنحاول قراءة هذه الصورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إذن هنا إياك نعبد إذن صورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم إذن كما سمعنا إياك نعبد صورة الفاتحة إذن نصل الآية بصورتها هنا الآية الثانية الله الصمد هذه الآية من صورة الإخلاص إذن صورة الإخلاص نحاول أن نرتل صورة الإخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد إذن هنا الله الصمد إذن صورة الإخلاص الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد صدق الله العظيم ثم ننتقل إلى الآية الثالثة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إذن هذه الآية من صورة التين إذن لنصل هذه الآية بصورة التين إذن لنحاول قراءة صورة التين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إذن هذه الآية كما سمعنا من صورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ثانيا أربط لبناء جملة عندنا هنا بعض الكلمات وهنا بعض الجمل المقابلة لهذه الكلمات ونحاول ربطها ببعضها لنكون جملة أو لنبني جملة مفيدة عندنا هنا أعبد الله لا إله أعبد الله لا إله في المقابل عندنا إلا الله الله وحده لا شريك له خلق خلق وهو خلق وسمran إذن ماذا نقول هنا أعبد الله وحده لا شريك له إذن نصل أعبد بي الله وحده لا شريك له ثم الله خلقني وسواني إذن نصل الله خلقني وسواني لا إله إلا الله إذن لنصل هذه الكلمة لا إله بإلا الله ننتقل إلى الاقتداء أملأ الفراغ بما يناسب حليمة السعدية يتيما في مكة ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة إذن نضع في هذا الفراغ في مكة عامل في أرضعته سيدتنا حليمة السعدية إذن نضع حليمة السعدية في هذا الفراغ ونشأ يتيما هذه الكلمة نضعها في هذا الفراغ ونشأ يتيما الآن الاستجابة أولا أملأ الفراغ بما يناسب أغسل يدي أمضمض السنسر الماء أمسح أغسل رجلي أغسل إذن عندنا هنا إلى الكعبين إذن ماذا نقول أغسل رجلي أغسل رجلي نضعها هنا أغسل رجلي إلى الكعبين إذن عندنا هنا بأنفي إذن نبحث عن الكلمة المناسبة هنا هذه السنسر الماء بأنفي إذا كتب السنسر الماء بأنفي ثم هنا إلى المرفقين أغسل يدي نضع أغسل يدي هنا أغسل يدي إلى المرفقين وهنا فمي فمي أمضمض فمي إذن لنضع أمضمض هنا أمضمض فمي ثم رأسي رأسي إذن نضع أمسح أمسح هنا رأسي أمسح رأسي والكلمة الأخيرة وجهي إذن نضع أغسل هنا أغسل وجهي ثانيا أذكر الصلوات الخمسة المفروضة إذن الصلوات الخمسة المفروضة هي الصبح الظهر العصر المغرب والعشاء إذن ننتقل إلى القسط ألون بطاقات السلوك الصحيح إذن عندنا هنا بطاقات عندنا بعض السلوكات الغير صحيحة والسلوكات الصحيحة لنقوم بتلوين السلوك الصحيح إذن البطاقة الأولى لا أشكر من ساعدني من الناس وهذا سلوك خاطئ إذن هنا ننتقل إلى البطاقة الثانية أرضي والدي إذن هذا سلوك صحيح نقوم بتلوين هذه البطاقة لا أحسن معاملة زملاء وزميلاتي هذا سلوك خاطئ البطاقة الأخرى أنظف جسمي وثيابي وهذا سلوك حسن وصحيح إذن نقوم بتلوين هذه البطاقة لا أحلف بغير الله وهذا سلوك غير صحيح وخاطئ إذن ننتقل إلى الحكمة أضع هذه العلامة أمام السلوك الإيجابي أقتصد في استعمال الماء إذن هذا سلوك إيجابي إذن لنضع العلامة هنا يجب علينا الاقتصاد في استعمال الماء أعتدي على غيري وهذا سلوك سلبي لا يجب علينا الاعتداء على الغير إذن هنا لا نضع شيئا أشكر الله على نعمه إذن نضع العلامة هنا وهذا سلوك إيجابي وحسن يجب علينا شكر الله على نعمه الكثيرة علينا أرمي الأزبال في الماء هذا سلوك غير لائق وخاطئ وسلبي لا نضع أي تعلمات هنا يجب علينا أن لا نرمي الأزبال في الماء حتى لا نلوتها إذن إلى هنا ننهي هذه الحصة وإلى حصة مقبلة بحول الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر